الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد الإخوة المشاهدين ونحن على أعتاب بداية العام الهجري الجديد نسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا العام أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يوفق أولاة أمورنا دائما إلى ما يحب ويرضى وأن يعيد هذه الأيام الطيبة الكريمة على المسلمين وعلى الناس أجمعين في كل مكان بالخير واليمن والبركات ولعل السنة الهجرية عندما تكون في مستهلها تصبح الهجرة هي مجال حديث الناس في كل مكان الهجرة النبوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وعندما نستهل حديثنا بالحديث عن الهجرة النبوية نقول بداية أن مفهوم الهجرة انطبع في العقل المسلم أنها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مع أن مفهوم الهجرة هذا المذلول أوسع من هذا المعنى الذي استقر في عقولنا بمعنى أن الهجرة كلمة تشمل كل شيء تهاجر منه إلى غيره بمعنى الهجرة من مكة إلى المدينة كما استقر في العقل المسلم هجرة وسبقتها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة هذه آجر الصحابة وأيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف فالهجرات ثلاث من مكة إلى الحبشة هاجر الصحابة في مستهل بداية الدعوة وهاجر النبي من مكة إلى الطائف ثم هاجر الهجرة الكبرى العظيمة المستقرة في عقولنا وهي الهجرة من مكة إلى المدينة وأيضا مفهوم الهجرة يشمل أيضا أن يهجر الإنسان كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله وأن يهجر الإنسان أطرق الشيطان إلى طريق الله تبارك وتعالى وأن يهجر الإنسان طريق المعاصي إلى طريق الطاعات وأن يهجر الإنسان كل طريق يجعله يعيش لنعيم الدنيا ليهاجر من هذا الطريق إلى كل طريق يوصله إلى الآخرة وإلى مرضات الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى عندما علمنا صلى الله عليه وسلم أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فلما نبقى في مستهل السنة الهجرية ونتكلم عن الهجرة هذا المعنى لا يشمل انتقال النبي من مكة إلى المدينة وإنما يشمل هجرة الإنسان من كل شيء يغضب الله إلى كل شيء يرضي الله من كل مكان يعصى فيه رب العالمين إلى كل مكان نطاع فيه رب العالمين ولكن لأن مفهوم الهجرة يعني أغلبه ينطبق على هذا المشهد الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فلا حرج أن نلقي الضوء عليها بإيجاز واختصار لا نبالغ إذا قلنا إن الهجرة النبوية تعد من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي إلى يوم القيامة وليست من أعظم أحداث تاريخ الإسلام بل لا نبالغ إذا قلنا إنها أعظم أحداث التاريخ الإسلام من بعثة رسول الله وإلى يومنا هذا وستظل كذلك إلى يوم القيامة بدليل أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما جمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليضعوا تاريخا هجريا تستقل بهذه الأمة وتتميز بهذه الأمة اختلفت آراء الصحابة من أين يبدأ التاريخ الهجري قال البعض يبدأ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخرون بل يبدأ التاريخ الإسلامي من غزوة بدر على أساس أنها من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي وكانت غزوة فارقة بين الحق والباطل وقال البعض بل يبدأ التاريخ الإسلامي من فتح مكة وقال كثير من الصحابة بل إن الهجرة تعد من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي وهي حدث فاصل بين هذا الدين الذي اضطهد في مكة ثم هاجر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليبحث لهذا الدين عن أرض جديدة يعبد فيها رب العالمين تبارك وتعالى فاستقر سيدنا عمر ومن معه من الصحابة على أن التاريخ الإسلامي يبدأ بأعظم حدث في تاريخ الأمة الإسلامية ألا وهو الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة أيضا مما يلفت انتباهنا السادة المشاهدين في هذه الهجرة أن فيها دروسا لا تحصى ولا تعد أولا من أهم هذه الدروس أن كل إنسان أن كل فرض أن كل مجتمع يقبل على عمل ما لا بد أن يخطط وأن يدبر وأن يأخذ بكل أسباب النجاح في هذا الأمر ثم يترك النتيجة على الله كما نقول دائما في كل عمل تقدم عليه خذ بالأسباب كأنها كل شيء ثم اعتمد على الله كأن الأسباب ليست بشيء بمعنى طب الدرس هذا بنتعلم منين في الهجرة بنتعلم الأخذ بالأسباب من كل أحداث الهجرة بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة لي أن أسألك لماذا لم يحدث مع رسول الله في الهجرة كما حدث معه في الإسراء والمعراج لماذا لم يكن هناك براق في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان في الإسراء والمعراج يحمل النبي من مكة إلى المدينة دون أن يتعرض لهذه المشق ولهذه الأهوال ولهذه المؤامرات على قتل وعلى قتل أصحابه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع لنا بعد رب العالمين تبارك وتعالى وهو يريد أن يعلمنا في كل أمر تقدم عليه خطط ودبر كأن الأسباب هي التي تعطيك النتائج ثم أترك النتيجة على الله كأن الأسباب ليست بشيء وعندما ننظر إلى تخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أمرا عجيبا احتاط النبي أي محتياط أخذ بكل أسباب نجاح الهجرة أولا أهمه الأمر خطط النبي صلى الله عليه وسلم ودبر يعني الأمر ملك عليه عقله كيانه تفكيره مش قالك سبها على ربنا ولم يخطط لا بل أهمه الأمر وشغله ثم خطط النبي صلى الله عليه وسلم ودبر من تخطيط رسول الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة لتبلغه الطريق لأن الطريق طويل ووعر لا يستطيع النبي أن يسلك على قدمه أيضا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا ورفيقا في الطريق وهو سيدنا الصديق أيضا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أسماء لتأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام الذي يعينه ان يبلغ الطريقة الى المدينة لانه سيهاجر في ايام ايضا ابن اريقت هذا الشاب الكافر الذي كان دليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل النبي على الدروب والطرق التي يستطيع من خلالها يعني ان يسلك طرقا لا تستطيع قريش من خلالها ان تمسك برسول الله وان يهاجر بسلام الله الى المدينة ايضا سيدنا عبدالله ابن سيدنا ابي بكر حتى يأتي باخبار قريش وما تدبر له قريش حتى لا تمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لا يقع في ايديهم ايضا من تدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج ليلا ولم يخرج نهارا حتى يعمل امر عن هؤلاء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم احتاط احتياطا شديدا عندما اخفى الامر عن كل الناس حتى عن اقرب المقربين سيدنا الصديق لم يعلم الا قبل الهجرة بساعة لما انبص لكل الاسباب دي هل لاي اكثر من عشر اسباب اهمه الام الخطط ودبر تخذ دليلا واتخذ الراحلة وسيدنا الصديق والسيدة اسماء وابن اغيقت وسيدنا عبدالله كل هذا التخطيط والتدبير اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمنا درسا في منتهى الاهمية في كل عمل حتى وان كنت رسولا في كل عمل تقدم علي نعم اتوكل على الله واعتمد على الله ولكن بعد ان اخذ باسباب نجاحي في هذا الامر اعقلها وتوكل على اختلاف تفسير هذه الكلمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب احنا قلنا من اهم دروس الهجرة ان تأخذ بالاسباب كأنها كل شيء النبي خد بالاسباب طيب والشق التاني ثم تترك النتيجة على الله كأن الاسباب ليست بشيء فلما نشوف الرسول اخذ باكتر من عشر اسباب لنجاح الهجرة لكن في مشاهد تدلنا على ان كل الاسباب التي اخذ بها النبي كادت ان لا تؤتي ثمارها المرجوة لولا ان تدخلت عناية الله وقدرة الله لتستمر الهجرة في نجاحها الى المدينة المنورة بمعنى كل الاسباب والاحتياطات التي اخذ بها النبي والسؤال هنا هل وصل المشركون الى باب بيت رسول الله ام لم يصلوا وصل الى باب بيت رسول الله ووقفوا اربعين شابا فتا جلدا مدججين بالسلاح امام بيت رسول الله وكأن الله تبارك وتعالى تستشعر رب العالمين يوجه سؤاله الى رسول الله والينا كأنه يقول يا محمد اين تخطيتك اين تديرك اخفيت الامر عن كل الناس عن اقرب المقربين خرجت ليلا ولم تخرج نهارا اتخذت الراحلة واتخذت الصديق ورفيق الطريق ومن يأتي لك بالاخبار ومن يأتي لك بالطعام ومن يدلك على الطريق ولكن وصل المشركون الى باب بيتك اذا السؤال هنا لرسول الله ولنا من الذي يخرجك من الذي ينقذك من الذي يقيلك من هذه العثرة ليس لك الا رب العالمين تبارك وتعالى وكأن كل الاسباب التي اخذ بها النبي كادت الا تؤتي ثمارها المرجوة ولكن تدخلت عناية الله فنجي النبي بما اتخذه من اسباب وبقول الله تبارك وتعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون اذا نجي النبي وخرج من بيته اولا بتدبير نعم وايضا بمعية الله ومدد الله وقدرة الله وتدبير الله تبارك وتعالى ولولا ان معية الله اسعفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدث ما لم تحمد عقباه ايضا المشهد التالت اللي نتعلم منه ان نأخذ بالاسباب كأنها كل شيء ثم نعتمد على الله كأن الاسباب ليست بشيء نسأل وصل المشركون الى باب بيت رسول الله انتهى هذا المشهد المشهد التاني وصل المشركون الى باب الغار ام لم يصلوا وصلوا الى باب الغار وكأن الله تبارك وتعالى للمرة الثانية يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد اين تخطيطك اين تدبيرك اين احسانك وتخطيطك المحكم لهذا الامر وكأن الله عز وجل يقول لحبيبه ولنا كل تدبير لو لم يسعف بمعية الله فان الاسباب لا تستطيع ان تؤتيك النتيجة المرجوة الا اذا امدك الله عز وجل بحوله وقوته وامره وصل المشركون الى باب الغار طيب بماذا نجي الرسول حتى سيدنا الصديق بيعبر عن هول الموقف وبيقول للنبي لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لخص الدرس الاعظم من الهجرة وقال يا صديق ما ظنك باثنين الله ثالث هما وهنا نستشعر امر مهم في السؤال والجواب سيدنا الصديق بيقول للنبي يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا الاجابة الطبيعية يا صديق لن يرون ما تخافش محدش هيشوفنا لكن تشعر ان الاجابة ليست متسقة مع السؤال مع انها في صميم السؤال واجابة يعني تحمل قدرا من البلاغة وتحمل قدرا من اليقين وحسن الثقة في موعود الله عز وجل يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا قال له يا صديق ما ظنك باثنين الله ثالث هما وكما حكى القرآن لا تحزن ان الله معنا طب ما معنى هذه الاجابة هو بيقول لك لو بصوا علينا هيشوفونا تقول لي ان الله معنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول يا صديق اذا كنا في معية الله الذي لا تدركه الابصار فمحال ان تدركنا الابصار لا تحزن ان الله معنا ووصل المشركون الى باب الغار بماذا نجي النبي بقوله لسيدنا الصديق ان الله معنا فكانت معية الله تبارك وتعالى وكان مدد الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الغار ايضا المشهد التالت اللي نتعلم منه في اي شيء اي امر نقبل عليه نأخذ بالاسباب كأنها كل شيء ثم نعتمد على الله كأن الاسباب ليست بشيء بعد هذا التخطيط المحكم وصلوا الى باب بيت رسول الله فنجي النبي بقوله وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا وصلوا الى باب الغار فنجي بقول يا صديق لا تحزن ان الله معنا طيب قبل ان يقبل النبي ويصل الى المدينة لاحق به سراقة ابن مالك ام لم يلحق به لاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن كل هذا التخطيط والتدبير الذي خطط ودبر له رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد ان لا يؤتي النتيجة المرجوة لو لا ان تدخلت عناية الله وقدرة الله بين سراقة وبين رسول الله امطار خلاص كاد ان يلحق برسول الله وسيدنا الصديق تدخلت معية الله وقوة الله ومدد الله بماذا امر الله عز وجل جندا من جنوده وهي الارض ففتحت فساخت اقدام الفرس من القادر على ان يأمر الارض ان تفتح حتى تسيخ فيها اقدام الفرس ولا يستطيع ان يلحق برسول الله وما يعلم جنود ربك الا هو هذه لا يستطيعها رسول الله ولا يستطيعها الصديق ولا يستطيعها المسلمون على وجه الارض هنا ليس لرسول الله ملجأ ولا منجأ ولا مقيل ولا معين ولا سند الا رب العالمين امر الله عز وجل الارض ففتحت ساخت اقدام الفرس فقام صراقة يضرب فرسه فقام الفرس ركبه ثم صار كاد ان يلحق برسول الله امر الله الارض فساخت اقدام الفرس فوقع فيها فقام صراقة مرة اخرى حتى السالسة يقول صراقة وهو يحكي هذا المشهد المهيب ايقنت انني ممنوع عن رسول الله في قوة عليا وعظمى تمنعني عن رسول الله ليست هي قوة بشر ولكنها قوة الله تبارك وتعالى فلما ايقن انه ممنوع عن رسول الله طلب الامان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار الى النبي صار الهوينة بعد ان كان يهرول ويسرع الخطى ليمسك برسول الله فلما اقبل على رسول الله ربط النبي صلى الله عليه وسلم بيدي على صدره وشرح له الاسلام ودعاه الى الاسلام فاعلن الشهادة لله تبارك وتعالى فبشره النبي وقال يا صراقة تلبس سواري كسرة ده انت مش تسلم انت ستسلم وستصبح صحابيا ذو شأن وفي عصر من العصور وفي زمان من الازمنة ستلبس سواري كسرة كان اعظم ملك في تاريخ البشرية مع هرقل وكأنه لم يصدق حتى جاء عصر سيدنا عمر وانتصر المسلمون عليهم فنادى سيدنا عمر وقال اين صراقة ابن مالك فين صراقة ابن مالك وسيدنا عمر لم ينسى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل صراق ولعله نس فاعطاه سواري كسرة وقال يا صراقة هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يعني هذا ما وعدك به النبي في مشهد الهجرة النبي يقول والصحابة لا ينسون وذي آفت المسلمين الآن اننا نسينا كثيرا من اوامر نبينا واوامر رب العالمين تبارك وتعالى يبقى الرسول خطط ودبر لكن وصل المشركون الى باب بيته خطط ودبر لكن وصل المشركون الى باب الغار خطط ودبر لكن كاد صراقة ان يلحق به وكأن الهجرة نجحت نعم بالتخطيط والتدبير المحكم لرسول الله بالاسباب العشرة وقد تزيد وايضا نجحت بمعية الله ومادد الله وقوة الله تبارك وتعالى ايضا من الدروس التي لابد ان نتعلمها في الهجرة انك كمسلم ما دمت في معية الله لا تحمل هما ولا تحمل حزنا ولا تحمل غما في قلبك دعي الله تبارك وتعالى يدبر لك الهجرة بتعلمنا كانت ولا زالت وستظل يد الله وحدها هي التي تدبر الكون حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة تعلمنا اننا دائما لا بد ان نردد هذه الجملة المهمة الحمد لله على وجود الله الهجرة تعلمنا اياك ان تكون في خندق معادي لخندق الله تبارك وتعالى ايضا الهجرة تعلمنا اذا كنت مع الله لا تخشى احدا في الكون علشان كده العلماء علمونا امر في غاية الاهمية قالوا ايه قالوا كان اطمئنان النبي الى النصر وهو في الغار كان اعظم من اطمئنانه الى النصر وهو في غزوة بدر ازاي ده في غزوة بدر معه اكتر من تلتمية واربعتشر او تلتمية وسبعتشر على اختلاف ما قرروا علماء السير معه اصحاب ومدججين بالسلاح حوله مئات من الصحاب لكن في الغار هو والصديق ومعية الله تبارك وتعالى فقط ازاي يب اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم الى النصر وهو في الغار اعظم من اطمئنانه الى النصر وهو في غزوة بدر اطبعا ليه لان في الغزوة النبي يعتمد على تخطيطي على تخطيط اصحابه وقد يخالف المسلمون امر رسول الله كما حدث في احد فدارت الدائرة على المسلمين ولكن في الغار الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمد مئة بالمئة على معية الله انقطع العون الخارجي الا يد الله تبارك وتعالى ولذلك كان اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا مئة بالمئة على معية الله وعلى قوة الله وعلى مدد الله وعلى سند الله وحاشى لله ان يخزل رسوله او ان يخزل مسلما القى حموله على الله تبارك وتعالى ايضا من اعظم دروس الهجرة انك كمسلم عندما تقبل على امر وتحسن تدبيره ايقن ان الخير فيما دبره الله لك وان كانت النتيجة على غير ما تحب يعني ايه الكلام ده يعني ممكن انت تقبل على امر تخطط واتدبر والنتيجة لا تحبها انت ولكن ما دام رب العالمين تبارك وتعالى قد حكم بها فايقن ان الخير فيما قدره الله تبارك وتعالى ولا بد ان نوقع انه لا يجري شيء في كون الله الا بمراد الله وان ما اراده الله وقع وان ما وقع اراده الله هتلاقي حاجة غريبة الدرس ده بنتعلمه من حاجة غريبة في الهجرة في بداية الهجرة ربنا سبحانه وتعالى انزل قوله في سورة القصص بيقول للنبي ايه بيقول للرسول ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاه الان دي نزلت امتى نزلت في بداية لسا الرسول ما هجيرش الله يا رب انت بتقول لي ان الذي فرض عليك القرآن اللي نزل عليك القرآن لرادك الى معاه يعني ستعود مرة اخرى الى مكة ستعود قويا ستعود منتصرا ستعود سيدا ستعود حاكما ازاي ده انا الان اخطط وادبر ولا امن على حياتي ولا حياة الصديق قد نقتل في اي لحظة لكن ما دام الله عز وجل قال لحبيبي وقال لك ان الله عز وجل سيردك الى مكة كما تحب وكما تريد لابد ان نسلم بما قضى رب العالمين وبما قدر وان نوقن ان الله عز وجل لا يخلف وعده علشان كده هتلاقي حاجة غريبة جدا في الهجرة يعني في الوقت الذي كانت تقف فيه قريش بشبابها الالداء الاشداء الاقوياء المدججين بالسلاح في نفس اللحظة كانت المدينة تعد الاهازيج والورود والكلمات الطيبة لتستقبل رسول الله مشهد عجيب وغريب في الهجرة جدا جدا اربعين شاب بفتن جلد على باب بيت رسول الله بينهم وبين رسول الله الباب بس يطرق الباب يفتح يقتل رسول الله في نفس اللحظة دي المدينة تعد الافراح وتعد الكلمات وتعد الاهازيج وتعد الورود لاستقبال رسول الله الله تستقبلوا ازاي ده بينه وبين الموت لحظة بينه وبين الموت خطوة ولكن رب العالمين تبارك وتعالى وعد النبي بنجاته وزهابي الى المدينة بل وعودتي الى مكة فقال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد وهنا اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعر هؤلاء الشباب الذين وقفوا على باب بيته لقتله لم يعر أمرا لتخطيط قريش لم يعر أمرا للليل وما فيه من خطورة لم يعر أمرا للطرق وما فيها من وعورة لم يعر أمرا للطريق وما قد يطرأ فيه من تغيرات والوحوش الضارية ما دام رب العالمين قال ستعود يا محمد منتصرا فلا شك أنك ستهاجر سالما غانما ثم تدور الأيام والسنون ثم ترد إلى مكة بعد ذلك منتصرا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه أيضا ربنا سبحانه وتعالى في الهجرة بيعلمنا أنك عندما تخطط قد يمدك الله عز وجل بأسباب خفية أنت لا تحسب حسابها ولا قدرة لك بها حتى ينجح هذا الأمر يعني ممكن تقبل على شيء أقول لك والله ما كنت متوقع إن أنا أكسب الملدة والله ما كنت متوقع إن أنا أحصل على هذا الأمر والله ما كنت متوقع إن أنا أكون في المكان ده والله ما كنت متوقع إن أنا أوصل للمكان ده نعم إنت ما كنتش متوقع أخذت بالأسباب وتدخلت معية الله وتدبيل الله بأسباب قد تخفى عنك ولكنها لم تخفى عن الله قد تغيب عنك ولكنها لم تغيب عن الله طب ده ابن تعلموا منين من الهجرة لما ربنا يقول عن الرسول وأيده بجنود إيه لم تروها ما شفتهاش طب زي إيه كده أولا تعالى وازن بين صراقة وابن أريقت صراقة هذا كان من علية القوم وكان من أغنياء مكة لكن عندما يعني رصدت قريش يعني مئة ناقة وذهب وآلاف مؤلفة لمن يمسك برسول الله وهو غني مش محتاج مالت نفسه إلى المال فأخذ فرسة وهرول خلف رسول الله وفي المقابل هنلاقي حاجة عجيبة جدا ابن أريقت الشاب الفقير المعدم الكافر مش على ملة رسول الله وفقير في أمس الحاجة إلى كل درهم طب لماذا مال صراقة الغني إلى الجائزة ولم تمل نفس ابن أريقت إلى الجائزة يعني لما تيجي توازن وازن بين هذا الأمر الله تبارك وتعالى صرف عقل ابن أريقت أن يميل إلى الجائزة حتى لا يشي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الذي استطاع أن يصرف عقل ابن أريقت ألا تميل نفسه إلى الجائزة حتى يشي برسول الله وحتى لا يدل على رسول الله هذه لا يستطيعها إلا رب العالمين تبارك وتعالى أيها الإخوة فاصل ونلقاكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر عدنا إلى حضراتكم ونحن نطوف مع أعظم حدث في تاريخ هذه الأمة ألا وهي الهجرة النبوية نعود إلى ما كنا نتحدث عنه قبل الفاصل أنك تفضل يا مدام نادي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقيقة لحضرتك ووصف البرنامج والوستاج المحترم الذي يرد على التلفون أهلا وسائل يا حضرتك أهلا وسائل بحضرتك أهلا بديك حضرتك ده يا فس عند حضرتك سؤالين تفضلي السؤال الأولاني يعني فيه ناس كتيرة على خلق أخلاق عالية وبيقضوا أفرائض لله من حج وصلى وصوم وكده ودائما في التلقات ويعني عاوزي بقول لهم كلمة أنا أنا من ضمن الناس دي اللي هو دائما في التلقات وفيه ناس ثانية حضرتك بشوفها يعني زلم وطغيان وجبروت وأرض حلوق الناس والتعالي على الناس والأنفاجة المشكويسة وبشوفهم حياتهم يعني بسحقة وكل حاجة ماشية معهم يعني مفيش عندهم أي حاجة يعني تعباهم في حياتهم ولا يشوف فعادي أعرف من حضرتك تفكير لهذا نعم السؤال الثاني حضرتك أيها ما صال على سيدنا محمد هل عدم زيارتي لأمواتي في الكبور نعم تأثير في حقهم نعم وأشكرك الشكر الله يا فندي طبعا معلش نبدأ بالسؤال الثاني لأنه إجابته مجازة مختصرة السؤال الأول المحتاج جزء من الشرح زيارة يعني للمقابر أولا عندما تقرأين للموتة وأنت في بيتك يعني كما تقرأين للموتة عندما تذهبين إلى المقابر يعني المرء عندما تذهب إلى المقابر يعني الأفضل أن تقرأي لهم فاتحة كتاب الله وبعضا من القرآن ثم الدعاء وأنت في بيتك الفاتحة تصل إلى الميت من أي مكان والقرآن يصل إلى الميت من أي مكان والدعاء يصل إلى الميت من أي مكان ما دامت الفتنة في ذهابك إلى المقابر ليست مأمونة يعني ليس شرطا أن تذهب إلى المقابر بل إن الأفضل للمرأة على وجه الخصوص أن تدعو لموتاها وهي في بيتها وأن تقرأ لهم بعضا من كتاب الله وهي في بيتها وأن تقرأ لهم فاتحة الكتاب وهي في بيتها وأن تبعوا الله تبارك وتعالى لهم بالرحمة والمغفرة وهي في بيتها هذا أفضل في ظل ما نراه وما يحدث في المقابل هذه واحدة الإجابة على السؤال الأول اللي هو حضرتك طبعا وذا سؤال يثار عند أغلب الناس حضرتك تسألي عن إنسان مستقيم يصلي ويصوم وحق ويراقب الله ويراعي الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة ودائما في ابتلاء ونجد آخرين والعياذ بالله يعني منحرفين عن طريق الله ويعيشون في رغض من العيش كما يقولون أولا أستاذتنا العزيزة لابد أن نوقن أن الله حكيم ده أصل الموضوع في الرد على سؤال حضرتك لابد أن نوقن أن الله حكيم والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه الصحيح فلم يجي ربنا يضعني في مصاف أهل الابتلاء فهذه حكمته وهذا قدره إن غابت عني الحكمة فلم تغب عن الله تبارك وتعالى أما المنحرفين إذا عاشوا في رغض من العيش فلابد أن لا أحصدهم ولكن يمكن أن يكون هؤلاء يعاملهم ربنا من قبيل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وإلا فإن الله تبارك وتعالى أعطى الملكة للممرود و أعطى كذلك يعني فتحت دنيا على فرعون و فتحت دنيا على قارون و هؤلاء كانوا عصال الله بل إن فيهم أكثر أهل الأرض و فرعون قال للناس أنا ربكم الأعلى ولكن كيف كانت خاتمة فرعون و كيف كانت خاتمة قارون و كيف كانت خاتمة النمرود و العياز بالله الأمر الآخر أنت عندما تعيشين في كثير من الابتلاءات هذا أبلغ دليل على حب الله لك و على كرم الله لك ده مش كلامي أنا و مش بخدر حضرتك بالكلام ده لا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل و نبيك صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله عز وجل بالمرد مرض النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالحمة و سحر النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسح على اختلاف ما قرره العلماء و على اختلاف العلماء في هذه الجزئية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عليه وهو ساجد لله عند الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يموت في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ولم يكن في مصاف الأغنياء النبي صلى الله عليه وسلم حرم الولد الذكر الذي يحبه ويتمنه كل الناس هذا الولد طلباه الأنبياء وسألاه المرسلون هب لي من لدنك وليا يارثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية فحضرتك إذا ابتلاك رب العالمين بضيق اليد ابتلا به النبي ابتلانا رب العالمين بأن لم نعطى الولد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك ابتلاك رب العالمين تبارك وتعالى بإيزاء الناس هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس أعظم الناس بلاء الأمثل ثم الأمثل الأهم ألا يكون هذا البلاء بسبب غضب الله تبارك وتعالى لك بمعنى إيه حضرتك أنا وانت نراجع علاقتنا بالله تبارك وتعالى إن وجدنا علاقتنا بالله زي ما حضرتك بتقولي حضرتك بتصلي وبتصومي وبتزكي وبتحجي وبترعي ربنا فأيقني أن البلاء من أبلغ دلالات حب الله تبارك وتعالى لك علشان كده سيدنا بن عطاء الله السكندري بيعلمنا جملة وقعدة في منتهى الأهمية بيقول إيه إذا أدركت حقيقة المنع أيقنت أن المنع هو عين العطاء يعني ما منعك إلا ليعطيك يعني قد يمنعك الصحة لأن الله يريد أن يسمع منك كلمة شكر قد يمنعك رب العالمين المال لأن الله عز وجل يريد منك أن تسألي ربك تبارك وتعالى الغنى علشان كده لما نزل سيدنا جبريل يسأل للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إن شئت أن نصير لك بطحاء مكة ذهبا لفعلنا يعني مع هذا الفقر الذي تعيش فيه لو أنت أمرتنا أن نصير لك جبال مكة ذهبا لفعلنا قال له لا يا أخي يا جبريل أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت سألت الله وذكرته طب وإذا شبعت حمدت الله وشكرته فجعل النبي من فقره ومن ضيق يده ومن هذا البلاء وسيلة وسلما يصعد به إلى الله تبارك وتعالى لازم حضرتك تكون عرفة وإحنا متأكدين وكلنا إيمان وثقة أن ما يقضي به ربي تبارك وتعالى علي هذا فيه خير لحكمة إن غابت عني فلم تغب عن الله علشان كده أستاذ نادية لو سألت حضرتك أول آية في القرآن الكريم إيه ترتيبا مش نزولا بسم الله الرحمن الرحيم بعد منها إيه الحمد لله رب العالمين ألم نسأل أنفسنا لماذا يبدأ القرآن الكريم بالحمد لأن الحامد لله من أعظم صفات المسلم التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أن نكون حامدين لله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء في المنع وفي العطاء في الغنى وفي الفقر في الصحة وفي المرض إذا أعطانا وإذا منعنا علشان كده سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وكان مستجاب الدعوة كما تعلمين عندما أصيب بمرض عضال في حياتي فجاءه الصحابة وقالوا يا سعد أنت مستجاب الدعوة يأخي سأل ربنا ويدعا ربنا أني شفيك فتبسم ضاحكا وقال أختار ما اختاره الله عز وجل لي مدم ربنا سبحانه وتعالى اختار أن أكون هكذا ابتلاني بالمرض فلا شك أن الخير فيما قدره الله تبارك وتعالى لك إذن أستاذ نديا عندما يكثر عليك البلاء سواء البلاء ده منع للمال أو منع للولد أو منع للصح أو إلى آخر أيقني أن هذا من أبلغ دلالات حب الله تبارك وتعالى لك وأيضا لما البلاء ينزل عليك وعليا لابد أن ننظر إلى نعم الله من كل زوايا يعني ممكن ربنا يكون منع عنك المال يعني إيدك دياء شوي في حالة فقه لكن أعطاك الولد ممكن ربنا يكون أعطاك المال والولد لكن حرمك الصحة ممكن ربنا يكون حرمك الصحة لكن أعطاك المال والولد ممكن ربنا يكون مديك المال والولد والصحة لكن حرمك محبة الناس ممكن ربنا يكون مديك كل ده لكن حرمك راحت البال فحضرتك لما تتكلم عن الابتلاء لا ممكن حضر يكون البلاء في جانب بس حضرتك أنا وانت دايما ما بناخدش بالنا من نعم الله العظمى علينا التي تغيب عن بالنا ما تدنيش مال بس اداني صح ما تدنيش مال بس اداني ولد ما تدنيش مال بس اداني محبة الناس ما تدنيش مال بس اداني رحت البال لا عندي مال ولا عندي ولد ولا عندي صح لكن الله عز وجل أخرجني من الدنيا برضاه هل هذه يعني أليست هذه النعمة هي من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا علشان كده الزنادية لم يكن من قبيل المصادفة الرسول حبي يهدئ من روعنا الناس اللي عندهم ابتلاء بالفقر أو بالمرض أو إلى آخره أول مشهد من مشاهد القيامة النبي بيقول رب العالمين تبارك وتعالى يأتي بأبأس أهل الأرض إلا ربنا ابتلا بالفقر ما كانش عنده حاج فرب العالمين تبارك وتعالى يغمسه في نعيم الجنة غمسة ثم يخرجه مرة واحدة غمسة واحدة ويطلع فربنا يقول له عبدي هل رأيت بؤسا في حياتك قط شفت بلاء أو بؤس في حياتك قط يقول له عزتك وجلالك ما رأيت بؤسا في حياتي قط وبعد كده ربنا يجيب أنعم أهل الأرض إلا حضرتك بتتكلم عني وكم منحارف عن طريق الله لك ربنا ادلوا بحبوحة في المال وفي الولد وفي الصحة وإلى آخره فيغمسه ربنا في نار جهنم غمسة واحدة ثم يخرجه فيقول له رب العالمين هل رأيت نعيما في حياتك قط فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما في حياتي قط بل إننا معلش أطول في إجابة السؤال شوية أدى حضرك المشهد ده علشان نهدئ من روعك ومن روعنا ومن روع كل مبتلة سيدنا الصديق يأتي يوم القيامة عندما ينفخ في الصور ويخرج الناس من القبور يخرج مع السبعين ألف اللي النبي قال يدخلوا الجنة بلا حساب فيخذهم إلى الجنة فسيدنا رضوان يقول له يا صديق إلى أين يقول له نحن ندخل الجنة يقول له إزاي تدخل الجنة ولم ينصب لكم ميزان ولم ينشر لكم ديوان أنت لسه ما تحسبتوش يقول له ألا تعلموا من نحن يقول له إن أنتم نحن العافين عن الناس صفاتك إيه كنا إذا أسيع إلينا صبرنا وإذا جهل علينا حلمنا شوف اللي جادي بقى وإذا أعطينا شكرنا وإذا أزنبنا استغفرنا يقول له ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون عاوز أقول لحضرتك لعل هذا البلاء يعقبه خير إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة والله تعالى أعلى وأعلم نعود مع حضراتكم إلى حديثنا عن الدروس المستفادة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قلنا من الدروس المستفادة أنك نعم عندما تخطط لأمر وتدبر لأمر خذ بالأسباب كأنها كل شيء ثم اعتمد على الله كأن الأسباب ليست بشيء ومن أعظم ما نتعلم من الهجرة أن نوقن أنه كانت ولا زالت وستظل يد الله وحدها هي التي تعمل في الكون وهي التي تدبر الكون فلا تقلق أيضا الهجرة تعلمنا أن نردد دائما على ألسنتنا الحمد لله على وجود الله هذه الدروس المستفادة أو أهم الدروس المستفادة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يعني في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في هذه الكلمات ونسأله بحق هذه الأيام الطيبة الكريمة أن يجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق ولاة أمورنا دائما إلى ما يحب ويرضى وأن يحفظ بلادنا وجيشنا من كل مكروه وسوء وأن يعينهم ربنا تبارك وتعالى على ما تحملوا وأن يسدد رميهم وأن يثبت الأرض من تحت أقدامهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة